أكد الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا على التعاون في عدة مجالات والبدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات كما أكد الإعلان على ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار والاستثمار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بالبلدين وإزالة العقبات أمام المستثمرين والتطلع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتطلع لتعزيز التعاون في الصناعة والبنية التحتية هذا وأشار الإعلان المشترك إلى التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وفي ريادة الأعمال وأكد الإعلان المصري التركي أيضا على الالتزام بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي هذا وجدد الإعلان التأكيد على استعداد مصر وتركيا لمواصلة الحوار السياسي وديبلوماسي بين البلدين وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية وشؤون القنصلية وأيضا على أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات التنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات ترجمة نانسي قنقر